وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير قطع الاقتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية باعتباره إحدى ركاز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في إطار خطة الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصرية والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمية فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز الاستثمارات في التوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وكذلك تقديم مختلف الخدمات إلكترونيا بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل